أعادت مسيرة العودة بالقرب من الحدود بين قطاع غزة والكيار الصهيوني الزخم والبوصل إلى القضية الفلسطينية مجددا فرغم الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين الذين احتشدوا في المسيرات إلا أن هذه الفعالية الجماهيرية حققت نجاحا كبيرا لصالح القضية الفلسطينية وتمثلت في كسب التأييد العربي والدول لقضية عادلة إضافة إلى بث روح الإيمان بالحق في نفوس الفلسطينيين كما كشفت هذه الفعالية عن ائتلاف الفصائل والمنظمات الفلسطينية على اختلافها حول محور القضية الأم قضية الأرض لا مجزأة ولا مقسمة فعاليات يوم الأرض شكلت صدمة كبرى لسلطات الاحتلال الصهيوني إذ يرى محللون الفلسطينيون أن هذه الفعاليات وضعت الكيان الصهيوني في حيرة من أمره إذا التعامل مع الفلسطينيين فهو غير قادر على خوض حرب ضد المدنيين وغير قادر على الصمت أمام الشيخ الذين منفكوا يلهجون بذكر العودة حتى يكونوا حرضا أو يكونوا من الهالكين نقول لإسرائيل الذي تدعي بأن الكبار يموتون والصغار ينشون نقول لهم ها هم الكبار كلهم موجودون أمام الخط الفاصل بيننا وبين أرضنا المحتلة ولعل جذور الزيتون الضاربة في الأرض المختصة أكسبت هذه الجمعة الغفيرة الصمودة والتحدي فلوحت بمفاتيح العودة في وجه الغاصبين لتعلمهم أن هذه المفاتيح لا تصدى وتتورثها الأجيال من الأجداد إلى الأحفاد إلى أن يأتي اليوم الذي تفتح فيه الأبواب المقفلة بقيود الاحتلال هذا هو مفتح عوداتنا سوف نعود إلى ياثا سوف نعيش هناك بأمن وسلام سوف نكون منبيارات البرتقال سوف نعيش سوف يحتمل عالم بنا كله إن شاء الله سوف نكون هنا سوف نكون نحن عنوان الصمود للشعب الفلسطيني جميعا فعاليات الذكرى يوم الأرض وما حدث فيها دلت على أن التظاهر السلمي لا يقل عن النضال والكفاح المسلح وما المذبح التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية إلا دليل دامغ على خوفها من الموقف الصامد أكثر من رصاص المقاتلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة